من بين الالتزامات التي درجناها في مشروع المرسوم هو أن الإنسان يعرض عليه عرضي عمل إذا رفض عرضي العمل بإمكانه نصح منه الاستفادة من هذا عنده حاجتين عنده الحالة الأولى لأنه الذي يستفيد من هذه الملحة له التزامات ومن بين الالتزامات أولا إعادة تسجيلها على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كل ستة أشهر حاجة ثانية أنه إذا قام المصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بتوجيهه لعمل وفق مؤهلاته نعطيه الفرصة الأولى والفرصة الثانية إذا رفض تسحى منه المنحة هذه ثالثا إذا كان الإنسان هذا شفنا منصب شغل يتطلب تكوين متخصص لمدة قصيرة لتمكنه من تحسين قابليته للتشغيل ويرفض في هذه الحالة أيضا تسحى منه منحة البطالة نعم